بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد معرفنا الفرق بين الاتريست إرس بريشر والأكتف إرس بريشر والباسيف إرس بريشر عايزين مثال على القصة دي بيقول لي المثال بيقول لي كالكولوت التوتال أكتف ثرست عن دمين خمسة متر هاي رتينينج سند أوف يونيت ويت الجامعة بتاعتها بسبعتاشر والفاي داش بخمسة وتلاتين سيرفس اوف ذا ثاند از هوريزونتل يعني السطح حماله اوفقي أند زووتر تيبول إز بلو ذا بوتم أوف زا وال يعني المية تحت هنا هوت بمسافة قد إيه ديترماين ذا ثرست اون ذا وال إف ذا وتر تيبول رايز لو المية طب طلعت لفوق هنا المية كانت موجودة هنا طلعت لفوق هنا نحسيب لي الإرس بريشر وإزا ساتيوريت يونيت ويت في الحالة دي بقت بعشرين كيلو نيوتين المطلوب التاني بقول إزا بريشر ديستريبيوشن اون ذا وال دي موجودة في الفجر اللي قدامك دوت ما هو التوسيع هنا انت بتال أول حسب بتحسب الإيه الكي أكتف الكي أكتف اللي هو بيساوي واحد مع الساين فاي على واحد زائد ساين مين فاي ففي الحالة دي تقدر تحسب الإرس بريشر كي ففي الحالة دي نص في بوينتو سيفن في كامف سبعتاشر في اتنين وبعدين هنا عندي بوينتو سيفن في سبعتاشر اللي هو ده بتعندك فيه عندك مستطيل وعندك مسلس لكن هنا عندك ده ما فيش غل مسلس بتاع المية بتاعي خلاص نص القعدة لا هنا بقت جامس بمرجد بقى شفت بقت جامس بمرجد في الحتة دي ونص اللي هي بتاع التلاتة دي واربعة اللي هو ده اللي هو نص يعني كل واحدة ليها واحدة المسلس ده نص القعدة في الارتفاع بعدين المستطيل ده اللي هو القعدة في الارتفاع وبعدين ده في الآخر اللي هو نص القعدة في الارتفاع عشان تحت المية وده بتاع المية يبقى كل المساحات ديت لو جمعتها مع بعض هتطلع لك اللي عندنا في الفجر اللي قدامك دوت مديني مين مديني اه توزيع او التربة بتاعتي الخواص بتاعتها كزا صويل واحد وصويل اتنين ومديني الخواص بتاعتها بيقول لي ارسم توزيع طيب فانت عندك هتحسب ازاي ده عند النقطة مين ايه اللي فوق ديت بصفر النقطة اللي تحت هنا اهي بس دي فين فوق طب تحت لأ تحت دخلنا فيها شايفي دخلت معنا طب وبعدين عند النقطة ديت خلاص اللي عند نقطة اهي وبعدين عشان اجيب بقى الارس بريشر ده زا ادازة زا ادازة ده ادرع قيمة بتاعتي كاملة يعني ده مثال بسيط كده لكن احنا ان شاء الله هناخد امثلة تانية في المحاضرة معقدة شوية في حساب الارس بريشر شكرا اشتركوا في القناة